فيه كلمتين كده حلوين اعتقدر ان الكلمتين دول حييجوا على يعني كيف كيف بنات وستات كتير قوي اسمها اتعلمت اتعلمت ان فيه ناس معرفتها كنوز وناس تانية خسارتها مكسم اتعلمت ان للغائب عمدا نسيانه واجب واتعلمت لما تديك اكتر من فرصة مش معناه اني مستنيك تتغير ده معناه ان انا مش قادر اسيبك وامشي دلوقتي اتعلمت ان كل شخص ليه بديل كل شخص ليه بديل مع عدل ابو والام اتعلمت ان الجبن مش سيد الاخلاق ده طلع اسواقهم اتعلمت انك حتتحب في الوقت اللي انت مش هايز فيه الحب اتعلمت ان اللي خزلك مرة هيخزلك الف مرة احنا بس اللي ما بنتعلمش اتعلمت ان الدعاء يغير القدر لكن الالحاح في الدعاء بيحقق المعجزات اتعلمت ان اللي تكسر ما بيتسلحش اللي تكسر بيترمي علشان مهما حصل عمره ما هيرجع تاني زي الاول اتعلمت الكلمتين دول انا اللي كتباهم يعني مفهود ان اعنا كل مرة بما سكين كاردر قول فلاني فلاني اللي كتبهم الكلمتين دول انا اللي كتباهم او كنت بكتبهم على اجزاء بكل جزء بس اعتقد ان كل واحدة فينا طلعت من الحياة لتعلمت كده وتعلمت اكتر من كده كمان مهم ان انتي وانتي بتتعلمي من اخطائك من غلطك ان يبقى عندك حاجة اسمها خبرة وانا طالع من التجربة ما اتقرر هاش تاني للأسف الشديد اللي بيخلينا نتوجع اكتر من مرة هو ان احنا ما منتعلمش من اخطائنا خالص على فكرة وانا كنت كده على فكرة عادي جدا ما فيش موضوع يعني الناس تغلط فيها وانا تمام وصاحب هي هي يعني بدي ابمين حولي ابو صحابي نفس هي هي نفس النوعية وقال لا اصيدي بقى البنت دي غير بقى فلانة الفلانية خالص لا 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 دي جميلة دي كيوت وبعدين اخد حتة كتا جميل وما بتعلمش الحمد لله بتادي اتعلم طيب باتي نطلع ليه تقرير معنا معنا مين على التليفون مش عايزين يقولوا اسمهم الو حضراتيك يا سيدة ردوة الو الو ايوا بدون ذكرى اسماء يا فندم انا عايزة اشكر حضرك يا سيدة ردوة واشكر البرنامج جزارة الداخلية وبالتحديد ما باحث الجيزة انكم ساعتوني ان انا رجع عيالي التلاتة بعد تلس سنين ما شفتهمش وابوهم كان واخدهم مني تلس سنين ما شفتش اولاي انا عرفت انتي مين انتو رجعتولي حياتي بعدما كنت فقدت الامس شكرا لحضرتك ربنا يسعدك ربنا يسعدك ربنا يسعدك ربنا يسعدك ربنا يسعدك اشكرك جزيل الشكر وبنضم لصوتي لصوتك طبعا بشكر كل شخص ساعد فده وزي ما هي قالت طبعا شكرا لوزارة الداخلية بس خليني وطبعا ربنا ما يحرم ولا ام من اولادها بس كويس انه المداخلة دي حصلت عشان فيه كلمتين انا عايز اقولهم سواء للمدام دي اللي انا عرفتها يمين او لشروق الاطراب معانا او غيرهم احنا كبرنامج انا مش عايزة اخصيني انا احنا كبرنامج وكل العملية في البرنامج وادارة السي بي سي حقيات صراحة كل الهدف ان احنا نساعد مش عايزين اي كريدت ايانأ اي جماعة semalay اي ايانأ اياناا انا اعطيت الكريدت يعني ايانا اه 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 مش حايزين اي نوع من انه اااااااااااااااااااااااااا accepting them احنا مش عايزين نستفيد ومش عايزين نعمل بروباجندا ومش عايزين نقول إنه إحنا بنعمل حاجة غيرنا ما بيعملهاش والعياذ بالله يمكن إحنا ربنا بيجعلنا سبب قدام الكاميرا أو من وراء الكاميرا إنه في ناس حياتها تبقى أحسن وهو ده هدف البرنامج أي إن كان المحتوى أي إن كان الموضوع واحدة بقى عيالها رجعوا لها بعد ثلاث سنين شروق اللي بناتها رجعوا لها شغل كورسات أي حاجة أنا مش عايزة أخص حاجة معينة لإن إحنا مش هنتمنظر بيها حالة شروق تحديدا لما إحنا طلعناها في البرنامج أنا عارفت الست اللي هي كلمتني للوقتي والحقيقة إنه إحنا أو أنا رفضت إنه هي تطلع معينا وأي حالة تانية عرفتنا نعمل لها أي حاجة مش عايزة حتى أذكر هي إيه رفضت إنها هتطلع معينا حالة شروق هي الحالة الوحيدة اللي إحنا قررنا إن هي تطلع معينا علشان حد يتعرف على أولادها من الجيران أو لو في حضانة أو لو في مدارس أو لو في أي حاجة فتعرف توصل له لكن عادة وعامة اللي بيحصل قدام الكاميرا شيء واللي بيحصل من وراء الكاميرا ده شيء تاني خالص ليه؟ لأن إحنا ما بنتمنظرش أنا مش عايزة أطلع تمنظر ولا زمالي على فكرة فريق الإعداد عايزين يتمنظره ولا الإدارة عايزة تتمنظر ولا حد فينا عايز يتقال إنه رضوة الشيبيني عملت برنامج جاية وبس عمل قناة سي بي سي صفرة عملت إحنا ما بنعملش كده عشان نقول إن إحنا عملنا إحنا بنعمل كده عشان إحنا اللي بنقدر عليه أنا مش سوبرومن برضو أنا اللي بقدر عليه وفريق العمل بتاعي بيقدر عليه والإدارة بتقدر عليه والله العظيم القدر ما بنقدر بنعمله عشان ما بقاش أنا شايلة زم بأن أنا كان في إيه دي حاجة ومعرفتش أعملها تنفيذ حاجة معينة معرفتش أعملها بنات أو ولاد أقدر أرجعهم بس أنا أنا مش قوية قوي كده أنا مش قوية قوي كده وما فيش ننفوذ يعني يعني الهالة اللي باينة حواليا دي دي مش صحيحة ده هو بس ربان سبحانه وتعالى بيسر أو بيخلينا سبب لكن الحقيقة بتقول إنه إحنا مش عايزيني الناس تسقف وتقول برافو يا رادو الشربيني عارفت ترجع دول لدول وده اللي دي وعارفت تجيب حق الست دي لأنه أنا يعني أنا بحس إن أنت أختي أو إن أنت بنتي ومش عارفة تجيبي حقك أو أنا مش عارفة أنا مش عارفة عبر أنا أول مرة أعطل مش عارفة عبر لكن إحنا عندنا حاليك كتير قوي مش عايزة تكلم عليها بنحاول إحنا بنحاول وبنتفق إنها مش حتتعرض على الشاشة لأنه مش صح ومش مظبوط إنه إحنا نطلع نقول إن إحنا يا سلام قدرنا نقنع مش عارفة مين إن هم يعملوا مش عارفة إيه ده مش صح ده مش صح لكن صدقيني كل اللي أنا هقدر أنا كشخص مواطن أعمله وإحنا كفريق برنامج وإحنا كإدارة نقدر نعمله والله العظيم هنعمله لأن البرنامج ده أصلاً حقيقي والله العظيم هو معمول علشان يغدمك بس عشان تفتح التلفزيون تنبستي علشان تحس إن إنتي استفدتي لكن إن إحنا نفتح التلفزيون يا برافو يا ردو يا شيربيني أنا مش عايزة برافو يا ردو يا شيربيني شكراً للمشاهدة